ميزات جديدة في التحديث الأخير لسامسونج من بوائلات الاندرويد لازم حضرتك العضافة وانت بتستخدم الموبايلات السامسونج اه ما تنستوش تعملوا سبسكريب القناة وشيروا لايك ولو عجبكم الفيديو قلونا في الكومنتات عشان نكمل اللي احنا بنعمله ونقدم لكم كل المعلمات مفيدة الميزات اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة اول ميزة حضرتك لو جينا نحية حاجة اسمها امكانية الوصول من امكانية الوصول هتجيب الضبط المتقدم من الضبط المتقدم هتلاقي حاجة اسمها المفتحان الجانيب وهرفع مستوى الصوت هنفتح القيمة دي هزهر لك زي ما حدك شايف حاجات كده كتيره على فرض ان احنا هنختار عكس الالوان لو فعلنا عكس الالوان وجيت حضرتك خرجت من الموضوع ده وضغط على زر الباور ورفع الصوت هيغير الالوان بالطريقة دي لو دخلت صفحت هتلاقي الالوان متغيرة بالطريقة اللي انت حضرتك شايفها دي كمان لو دخلت في التطبيقات زي ما انت شايف الالوان مختلفة درجات وشكلها لطيف نوعا ما لو ضغطت دي مرة تانية على زر الباور وزر رفع الصوت هترجع الامور طبيعية زي ما حدك شايفها لطبيعتها دي كانت اول ميزة معنا الميزة التانية والمهمة اللي ازاي نمسح البيانات المتراكمة في الموبايل بتاعنا طبعا لازم تكون مفاعل خيارات المطور طبعا خيارات المطور مفاعلها ان احنا بنروح ناحية حاجة اسمها اه حول الهاتف ومعلومات البرنامج ومتجيب من معلومات البرنامج لكم الاصدار بتضغط عليه مرة واثنين وثانة اربعة خمس ست سبعة لغاية ما يتطور هترجع للخلف مرتين هتلاقي حاجة اسمها خيارات المطور فتحت معك من خيارات المطور هتجيب حاجة اسمها تتبع النظام تفتح تتبع النظام هتجيب حاجة اسمها محو بينات التتبع المحفوظة دي طبعا لو فعلتها او كملت الخطو دي الاخر هتمسح البيانات المتراكمة والملفات الوهمية اللي فتحها اسناء استخدامك للموبايل طبعا احنا هنقول محو وبكده هتساعد موبايلك انه هو يتنفس ويبقى خفيف في الحركة بتاعته وسهل الاستخدام وهتشور بالفرق طبعا بعد ما تكمل الخطو دي الاخر اكتبونا في الكومنتات زي ما قلتو حضراتكم لو اعجبكم موضوع الفيديو قلونا عن مواضيع اللي عدين تتكلموا عنها وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات جميلة مبسطة ومعلمات مفيدة فيها لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة